مرت أسواق النفط العالمي بالعديد من العوامل والأحداث التي أثرت على مصارها الصعد خلال الأسبوع الماضي ومنها إعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 10 ملايين و 250 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي كذلك سجل ارتفاع مخزون النفط الخام بمليون وتسعمائة ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير وزاد استهلاك المصافي من نفط الخام ب784 ألف برميل يومياً وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بـ 4.14% وزادت مخزونات البنزين بـ 3 ملايين و 400 ألف برميل وقفز مخزون نواتج التقطير والذي يشمل الديزل وزيت التدفئة بأقل من 4 ملايين وأضافت شركات الطاقة الأمريكية 26 حفار النفطين هذا الأسبوع ليرتفع أجمال عدد منصات الحفر إلى 791 منصة وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات وبالرغم أن جميع مؤسرات الأسهم الأمريكية أنهت تعاملاتها لأسبوع الماضي بالمنطقة الخضرة لكنها سجلت خسائر أسبوعية تجاوزت 5% هي الأسوأ منذ يناير من العام 2016 في حين قام المستثمرون بسحب أموال من صنديق الاستثمار في الأسهم الأمريكي بوتيرة قياسية بلغت 23 مليار و 900 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي إذ أشارت البيانات إلى الإنتاج النفطي في ليبيا تجاوز المليون برميل يومياً في شهر يناير الماضي وهو المرة الأولى التي يحافظ به الإنتاج على مستوى في شهر كامل منذ يوليو من العام 2013 وفي ديسمبر السابق وصل إنتاج ليبيا من الخام إلى 962 ألف برميل يومياً بحسب ما أوضعت مصادر من داخل منظمة أوبك في الوقت الذي سارت أسعار النفط في طريق الانخفاض كان هناك تحذير من المحلين لتلك الانخفاضات بسبب ضعف الطالب على النفط في الأجل القصير بسبب أعمال صيانة مصافي النفط المقرة بنهاية موسم الشتاء في نصف الكرة الأرضية